يحكم ولاية سلامة عبدالله إبراهيم صيام المسؤولين الإداريين والعسكريين فضلا عن الزعماء التقليديين ورؤساء المربعات والحارات وكذا رجال الدين الأوضاع الاجتماعية والأمنية بالولاية مشددا الوالي بضرورة تضافر الجهود في زبيل جلب الأمن والاستغرار بالمنطقة موجها إياهم بعض التوجهات وتعليمات رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريسي ديبي إتنو في إطار التعايش السلمي والعيش المشترك بين جميع فئات المجتمع حيث تداخل عدد من الحاضرون مشيدين بجهود حكومة الفضرة الانتقالية في بصد الأمن والسلام بالمنطقة رغم التحديات التي تواجه سكان الولاية واختتمت المناسبة بتقديم بعض من الأسئلة والاستفسارات جلها تنصب حول القضايا الأمنية والعيش المشترك وأجاب عليها الوالي بكل شفافية ووضوح تامين موسيقى 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 موسيقى